السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على المشاريع اللي هي الصغيرة اللي بتقدمها لك الدولة واحنا بتدرسها لك عشان خاطر ممكن تقوم بيها وبتمولها لك الدولة واحنا بنقف وراك واحدة بواحدة طيب هنتكلم النهاردة ان شاء الله هذكرك وهذكر نفسي باللي احنا درسناه السنة اللي فاتت اول حاجة درسنا السنة اللي فاتت افراد طائفة نحل العسل وقلت ان افراد طائفة نحل العسل بتتكون من ثلاث انواع من الافراد اول حاجة الملكة وهي الملكة دي بسميها ام النحل وقلت لك مواصفاتها وقلت لك اعمالها قلت لك اعمالها ان هي وضع البيض وتاني حاجة افراز مادة الملكة قلت لك بعد كده أن تاني فرض من أفراد نحل العسل وهو الشغلات والشغلات دي بنسميها الخادمات كمان أو بتسمى في بعض المراجع العلمية الخادمات لأن هي اللي بتقوم بكل الأعمال داخل الخلية وخارج الخلية وقلت لك أن لها أعمال داخلية وأعمال خارجية من الأعمال الداخلية تغذية الياركات الصغيرة اللي ستطلع من الأعمال الداخلية أن هي بتغذي الملكة من الأعمال الداخلية أن هي بتستلم رحيق الأظهار من الأعمال الداخلية أن هي بتفرز الشمع من الأعمال الداخلية تنظيف الخلية وحراسة الخلية يبقى دي كلها الأعمال الداخلية لشغلات نحل العسل وقلت لك على أوصفها وهي أصغر فرض من أفراد الطائفة اتكلمنا بعد كده برضو على زكر النحل وهو تالت فرد وهو وصفه هيبقى اضخم فرد فيه الطائفة واعماله هو تلقيح الملكة العزراء فقط وبيلقح الملكة العزراء وهو عمره من 12 ل 14 يوم اذا عدى او اذا كبر سنه على 14 يوم بيعتبر بيفقد القدرة على التلقيح يبقى دي افراد طائفة نحل العسل اللي قدامك دي اللي هي الملكة والشغالة والزكر طيب هنتكلم بعد كده او اتكلمنا بعد كده على انواع الخلايا او انواع مساكن النحل اللي هي معنا هنا اللي معندنا هنا في مصر فيه خلايا البلدية وفيه الخلايا الخشبية وقلنا على مواصفات الخلايا البلدية وقلنا على مواصفات الخلايا الخشبية وقلنا على مميزات الخلايا البلدية ان هي المصدر الرئيسي والمصدر الوحيد او يعتبر المصدر الاساسي لانتاج شامع النح وبيتقال عليه الشامع الاسكندراني وتكلمنا على عيوب برضو الخلايا البلدية ان انتاجها للعسل بيكون بسيط يعني الخلية البلدية ممكن في الموسم كله تنتج لك من 2.5 ل 3 كيلو عسل اتكلمت بعد كده على الخلايا الخشبية اللي هي لانجستروس والخلايا الخشبية دي قلتلك على مميزاتها اتكلمنا بعد كده على المهارات اللي هي بيقوم بها النحال داخل المنحل بتاعه اول مهارة من المهارات دي تكلمنا عنها وهي فحص الطواقف يعني ايه فحص الطواقف فحص الطواقف يعني ان اقولك مثال صغير انت لو فيه اي حاجة في جسمك والدك يقولك تعالى اوديك للطبيب عشان يعمل لك فحص شامل يعمل لك فحص شامل فحص شامل هيكشف كشف كامل على جسمك انت برضو نعتبر ان الخلية دي او الطواقفة تحلي العسل هي المريضة وانت الطبيب اللي هتفحص الطواقفة دي هتفحص الطواقفة اول حاجة من الاغراض بتاعت الفحص اللي هو انت لازم تتطمن على ام النحل ام النحل اللي هي مين قلت لك ام النحل اللي هي الملكة لازم تتطمن على وجود الملكة في الطواقفة وعلى سلامة الملكة برضو طيب من ضمن المهارات دي برضو ان اللي هي مهارات التشتية اللي هو في البرد هي دي فحص الطواقف اللي قدامك بيتم فحص الطواقف للتأكد من وجود الملكة ومن سلامتها بيتم فحص الطواقف عشان تعرف لو في امراض في الطواقفة اللي عندك بيتم فحص الطواقف عشان خاطر تعرف لو في تغزية جوة الخلية او جوه الطائفة ولا ما فيش تغذية بعد كده التشتية وبعد كده التشتية دي لو اتكلمت عنها قلت لك السنة اللي فاتت ان فيه تشتية على المنحل وفيه تشتية على الخلايا وفيه تشتية على الطواقف دي همثل هالك بالزبط يعني ايه يعني انت اول ما بييجي الجو البرد بيعمل ايه اللي هو جو الشتاء بتعمل ايه فيه تشتية بتعملها على البيت بتاعت او على الشقة بتاعتك اللي هي تقفل الشبابيك اللي هي جاي لك منها الهوى وجاي لك منها البرد دي برضو التشتية على المنحل دي انا بقصد بيها ان انت تعمل مصدات رياح ان انت ترفع الاغصية بتاعت المنحل ان انت بتحط حصر خلف الخلايا من الجهة بالزبط الغربية والجهة البحرية اللي هي بيجي منها الهوى وبيجي منها البرد ده كله عشان تدفي الخلايا يبقى ديش تشتية على ايه التشتية على المنحل في تشتية بقى على الخلايا ان انت بتغير وضع باب الخلية من الوضع الشتوي من الوضع الصيفي للوضع الشتوي ان انت بترفع الاقراس الفارغة اللي هي موجودة في الخلية بترفع الاقراس الفارغة ليه لان النحل بقى قليل في فصل الشتاء وانت عارف ان النحل في فصل الشتاء بيبقى قليل فصل الربيع اللي انت لسه طالع منه كان النحل كتير فانت الأقراص اللي موجودة عندك في الخلية كتير فيجيت وقت الشتاء لقيت الأقراص زيدة والنحل قليل ليبقى لازم ترفع الأقراص زيدة وبيتم تغزينها وتبخيرها بوسط مادة مثلا اللي بيستعملوا النحلين دلوقت البرادكس طيب بعد كده في تغزية على الطواقف نفسها اللي هو ان انت بتوفر الغذاء اللي موجود داخل الطواقف بعد كده اتكلمت على تسليك الإطارات تسليك الإطارات الخشبية ان انا قلت لك ان الخلية بتاعة لانجستروزي اللي هي الخلية الخشبية ذات الإطارات المتحركة الإطارات المتحركة اللي هو قدامك في الصورة بيبقى عبارة عن أربع سدايب من الخشب في السدابة العلوية والسدابة السفلية والسدابتين مقاس بعض الجانبيتين المقاس السدابة العلوية بتبقى 48 سنتي ونص السدابة السفلية بتبقى 45 سنتي السدابتين الجانبيتين بيكون مقاسهم 23 سنتي ونص دول عند بعد 9 بعد 9 سنتي من السدابة العلوية لحد تحت بيقل السمك بتاع السدابة ليه بيقل السمك بتاع السدابة عشان بين البروزين أو بين الإطارين بتسيب المسافة النحلية اللي هي بيتحرك فيها النحل بين الأقراص الشمعية طيب بعد كده هجي أتكلم بقى السنة دي على منهجنا الجديد وهي هتكلم على العمليات النحلية التي يقوم بها النحال على مدار عام يعني إيه العمليات النحلية اللي بيقوم بها النحال على مدار عام يعني أنا عندي أثناء دراستك وأثناء شغلك أنت في المنحل هذه العمليات اللي هي المهارات اللي أنا قلت لك عليها الفحص والتشتية وده كله والضم والكلام ده كله دي اسمها عمليات نحلية طيب عمليات نحلية انت اللي بتقوم بيها طب العمليات النحلية دي بتختلف من شهر الى اخر يبقى العمليات النحلية اللي هي انت بتعملها في المنحل في شهر يناير غير العمليات النحلية اللي بتعملها في المنحل في شهر مايو حسب طبيعة الجو طبعا عاوزين نتفق على حاجة نبقى متفقين ان النحل فيه ثوابت وفي حاجات مش ثابتة السوابت هي الأساسيات أما بقى العمليات النحلية دي غير ثابتة غير ثابتة يعني إيه؟ يعني ممكن تتغير من نحال إلى نحال حسب ظروف المنطقة اللي هو المنحل فيها طيب يبقى أنا لو جيت اتكلمت عن عمليات النحلية يبقى هتكلم عشان تبقى صح في كلامك أشوف المهارات اللي أنا درستها كل مهارة بتختلف أو كل شهر بيختلف في مهارته عن التاني يعني مثلا هتكلم على الفحص فحص التواقف اللي هو الكشف عن النحل الكشف عن النحل ما ينفعش أن أنت في شهر يناير اللي هو شهر برد ما ينفعش أن أنت تفحص كل أسبوع لا أنت لو فحص كل أسبوع كده يبقى عرضت النحل للبرد وإنت المفروض أن أنت بتفحص في أشهر البرد أو الأشهر اللي أنت عارفها برد زي إيه مثلا؟ زي أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير يبقى فيه أربع شهور دول بيكون فيهم تشتية الأربع شهور اللي فيهم تشتية دول أو الخمس شهور اللي فيهم تشتية دول يبقى لازم بتفحص كل من عشرين لتلاتين يوم يبقى بتفحص الخلايا بتاعتك في الشتاء يبقى عشان ما تلغبطش نفسك وعشان تبقى عارف لما بيجي لك ده سؤال أكيد بيجي لك في الامتحان أذكر العاملات النحلية التي يقوم بها النحال مثلا في شهر يناير في شهر يناير يبقى تقول له على طول أول حاجة الفحص يبقى أنت ترتب في دماغك كده أول حاجة الفحص يبقى كل من عشرين إلى تلاتين يوم يبقى أو من مرة لمرتين في الشهر يبقى ده الفحص بتاع الطواقف طيب هاجه أتكلم على التشتية أنا خدت تشتية هقدر أقول له أني بشتي النحل في شهر مارس لا ما أقدرش طبعا لأنه في شهر مارس ده جو ربيع يبقى مش ريحصل في تشتية يبقى أنا مش عاوزك تحفظ أنا عاوزك تفهم النحل ده مادة للفهم مش للحفظ طيب يبقى أنا أول حاجة بقول فحص الطواقف كل شهر بيختلف عن التاني يبقى لما أقول فحص الطواقف هيبقى في الشتاء بفحص كل خمسة كل عشرين لتلاتين يوم يبقى بفحص مرة أو مرتين في الشهر طيب في أشهر الصيف اللي هي هتعتبر الجو فيها كويس يبقى عندك من أول شهر اتنين شهر تلاتة فبراير مارس أبريل مايو يونيا يوليا أغسطس يبقى عندك هنا تمن شهور أو سبع شهور السبع شهور دول بفحص فيهم كل من آآ سبع تيام لعشر تيام يبقى أنت كده أول ما يجي لك السؤال في الامتحان أول حاجة تقول الفحص وتشوف الشهر تشوف في دماغك على طول الشهر ده شهر الصيف ولا شهر شتا شهر برد ولا شهر حر شهر ربيع ولا شهر خريف يبقى إذا كان شهر برد يبقى تقول زي ما قلت لك الفحص آآ كل مرة أو مرتين في الشهر إذا كان جو ربيع أو جو آآ صيف يبقى الفحص من سبع تيام لعشر تيام يبقى الإجابة صح أنت ما تلغبطش نفسك ولازم تفهم عشان تقدر تجاوب كويس طيب ومش عشان تقدر تجاوب كويس وخلاص ده عشان تقدر أن أنت تشتغل في المنحة البتائعة ولما أجي أقول لك أن النحلة ما فيهوش ثوابت يبقى كلمتي دي مظبوطة ليه؟ لأن في شهر أكتوبر اللي قلت لك بتفحص فيه من عشرين لتلاتين يوم يعني مرة أو مرتين في الشهر هتبص تلاقي فيه أقصى الصعيد الجو فيه لسه ما بقاش برد خالص فالفحص فيه هيبقى حسب الجو اللي قد أدابك ولكن أنت بواجه عام بتقول أني أكتوبر وفبراير وأكتوبر ونوفمبر وديسامبر ويناير بتفحص مرة لمرتين التشتية عرفت أنت معادة التشتية إمتى؟ من أول شهر أكتوبر بل بتبدأ كمان من شهر تسعة في المناطق الباردة يبقى أكتوبر نفس الشهور اللي بتفحص فيها مرة أو مرتين هي نفس الشهور تقول إجراء عملية التشتية أو التأكد من إجراء التشتية طيب في بعد كده مقاومة ضبور البلح ضبور البلح ده هو ألد أعداء النحل وده هتدرسه إن شاء الله بالتفصيل في الأفات التي تصيب النحل ضبور البلح ده بيظهر إمتى؟ ضبور البلح بيظهر الملكات بتاعته بتظهر في شهر ثلاثة يبقى إذا يجي قالك أذكر العمليات النحلية التي يكون بها النحال في شهر مارس اللي هو شهر ثلاثة يبقى بعد الفحص وبعد التشتية يبقى ما فيش تشتية في شهر ثلاثة بعد الفحص أجي تقول له على طول إيه؟ تقول له إن مقاومة ملكات ملكات ضبور البلح لأن أنت لو مودت ضبور بلح واحد بس كأنك مودت عشرين ألف ضبور لأن ملكة ضبور البلح بتطلع فيه الربيع وبعد كده بتكون العش بتاعها عشان تنتج لك بعد كده أفراد ضبور البلح أفراد ضبور البلح دهو بيبقى أفراد قاتلة على النحل طيب في حاجة بعد كده اسمها تربية الملكات طيب بتربي الملكات في شهر كام؟ بتربي الملكات في شهر اتنين وشهر ثلاثة فبراير ومارس دي بتربي فيها ملكات برضو بتربي ملكات في شهر خمسة جديدة طيب يبقى أنت كده عرفت العمليات النحلية اللي هي ممكن هتتكلم عنها وتقولها شهر يناير الفحص كل عشرين يوم رافع الأقراص الزائدة اللي هي عشان التشتية التغذية بتاعة النحل في الشتاء غير الصيف برضو في الشتاء بتبقى اتنين سكر لواحد مية محلول سكري بعد كده شهر فبراير فحص كل عشر تيام نزلنا هي شوية لأن بدأ الجو يبقى في الربيع هدم بيوت الملكات وهدم بيوت الزكور أو أنت برضو أحيانا بدل ما تهدم بيوت الملكات ممكن لو عندك خلايا نقصة ملكات أو عاوز تغير ملكاتها يبقى بتاخد بيوت الملكات لو ظهرت لك في شهر فبراير وبتدخلها على الطواقف اللي هي عندك أو التقسيم اللي انت قسمته في شهر ثلاثة لأن انت في شهر ثلاثة من العمليات النحلية برضو التقسيم بتقسم الخلايا بتاعتك في شهر ثلاثة بتبص تلاقي بداية الربيع والنحل كتر عندك طب بعد معنى أن النحل يكتر في الطائفة لو سبته هيحصل فيه حاجة اسمها تطريد طيب التطريد ده ضر على المنحة البتاعة ومن الظواهر الضرة اللي ممكن تحدث في المنحة يبقى أنت بتعمل ايه؟ بتعمل حاجة اسمها تقسيم تقسيم يعني ايه؟ يعني الطائفة اللي هي فيها عشر براويز ومليانين نحن بتاخد خمسة منهم بيبقى ثلاثة حضنة واثنين حبوب لقاح وعسل وبتحطوهم في صندوق صفر ويبقى ده طرد يبقى أنت كده زودت المنحة البتايعك بتدزله بقى مالكة إما من مالكات اللي انت لقيتها موجودة في شهر اثنين وفي الغالب في وجه بحري مش هتلاقي مالكات موجودة كتير في شهر اثنين هتلاقي في وجه قبلي المالكات موجودة كتير في شهر اثنين عشان خاطر الجو بدأ يبقى حرح هنشوف بعد كده شهر مارس وهو فحص كل عشر ايام صيد مالكات دبور البلح برضو وتقسيم التواقف لو كانت التواقف عندك زيادة بس إياك والتقسيم الجائر تقسيم جائر يعني ما تبقاش الطائفة عندك خمس براويز أو ست براويز وتقسمها يبقى أنت كده تقسمه تقسيم جائر بتحط إضافة أقراص ممتوطة طيب بعد كده شهر أبريل فحص كل من سبعة لعشر ايام برضو وبرضو بتستمر في صيد مالكات الدبور وبتربي مالكات عشان خاطر تستخدمها في التقسيمات اللي هي انت ممكن تعملها وبتحترس من التطريد وبتبدأ فرزة الموالح وهنتكلم على فرز العسل في النصف التاني من الحلقة بتاعتنا وهقول لك فرز الموالح بيبقى إن فرز الموالح بيبقى في شهر أبريل لأن الظهرة بتاعت الموالح بتطلع في شهر ثلاثة بتفرز عسل بتاع الموالح في شهر أبريل بعد كده شهر ماي وشهر يونيو وشهر يوليا بتكون الفحص كل سبعة أيام بتستعد للفرزة بتاعت البرسيم اللي انت بتفرزها في شهر ستة بتحترس من السرقة اللي هي ممكن تحدث في المنحة بتاعتك شهر أغسطس اللي هو شهر ثمانية بتفحص كل من عشر إلى خمسة عشر يوم بتفرز عسل القطن إذا كانت موجود جنبك مزرعات من القطن بتضم الطواقف الضعيفة بتضم طواقف ضعيفة ليه؟ لأن طواقفتين لما يكونوا ضعاف هيكونوا لك طواقفة قوية هتكمل بيها هتدخل بيها موسم الشتاء وهي قوية هتطلع من موسم الشتاء وهي برضو طواقفة قوية أما لو كانوا الطواقفتين ضعفاء يبقى الطواقفتين مش هتلاقيهم بتحترس برضو من السرقة في حاجة تاني تقول عليها ساعة ما يجيب لك سؤال زي ده وتفكر فيها في حاجة اسمها الوروار الوروار ده بيظهر في مصر هنا في شهرين في السنة الوروار ده طائر شكله جميل جدا عامل زي العصافير ملونة كده بتشوفه تحب ان انت تشوف شكله ايه وبعد كده بيهاجر من بلاد لبلاد بيعدي على مصر هنا مرتين في السنة بيعدي في فصل الربيع وبيعدي في شهر سبتمبر ده بيقف اول ما يلاقي منحل بيقف بياكل اي نحل موجود بيطلع بر الخلايا بياكله طيب يبقى النحل بيفضل محبوس جوه الخلايا بتاعته الحبسة بتاعت النحل جوه الخلايا بتاعته ده بيجيب له امراض يبقى طائر والوردة طائر خطير جدا طيب شهر نوفمبر وديسمبر بتفحص مرة واحدة زي ما قلتلك في الشهر بتقاوم برضو الدبور بتستمر في التشتية يخلي بالك الدبور بيبقى موجود عندك في المنحل وموجود قدامك لحد شهر نوفمبر شهر دسمبر مش هتلاقي دبور بترفع الاقراس الفارغة وبتخزنها زي قلتلك هي دي الاجراءات بتاعت التشتية بتصلح الخلايا اللي هي فاضية عندك عشان خطر تستقبل بيها العام الجديد او الموسم الجديد يبقى هي دي تعتبر العمليات النحلية اللي بيقوم بيها النحال خلال العام انت بقى من خلال كلامي ليك دلوقتي تقدر تقول يعني تذاكر العمليات دي وتفهمها يبقى تعرف انت التشتية بتحصل امتى الفحص بيحصل امتى مكومة الدبور بيحصل امتى مكومة الوروار بيحصل امتى هنتكلم بعد كده على حاجة مهمة جدا وحاجة شيقة جدا وحاجة كلها كلكم بتحبوها وكل الناس بتحبها وهو العسل يعني ايه فرز العسل فرز العسل يعني ان انت بتطلع العسل من الخلايا بتطلع العسل من الاقراس الشمعية اللي موجودة داخل الخلايا طب ايه هو العسل ده بقى العسل بيعرف بانه هو رحيق اظهار حلو المزاق قدامك رحيق اظهار حلو المزاق بتجمعه الشغلات من الازهار بتحوله لشراب ناضج داخل الاقراس الشمعية مكونات العسل بتختلف باختلاف نوع المصدر النباتي طيب العسل بيتركب من ايه لو عسل النحل اللي احنا هنتكلم عليه دلوقت بيتركب من كميويا بيتركب من فركتوز وجلوكوز بنسبة 70% سكروز وديكسترين بنسبة 17% خلي بالك الفركتوز والجلوكوز ده بيعتبر سكريات احادية السكروز والديكسترين سكريات سنائية وعديدة بيبقى نسبتها حوالي 17% زي ما قدامك اهو نسبة المية بيكون 17% السكروز والديكسترين 10% الباقي بقى بيكون بقى ايه بيحتوي خلي بالك عشان تبقى عارف دي معلومة ليك انت العسل بيحتوي على 22 نوع من الاحماض الامينية وبيحتوي على حوالي 31 نوع من المعادل بيحتوي على حوالي 30 نوع من مضادات الاكسادة ده غير الفيتامينات والانزمات عشان كده العسل بنقول انه هو مفيد في حياة الانسان يبقى كل التركبات دي وكل المواد دي اللي موجودة فيه العسل دي موجودة فيه ولو جرام عسل واحد موجود فيه كل الحاجات دي طيب الشغالة لما بتدخل الزهرة بتاخد رحيك الازهار لما تاخد رحيك الازهار دي بتحوله طب رحيك الازهار ده بيعتبر عسل لا ما بيعتبرش عسل رحيك الازهار ده محلول سكري مخفف طب العسل محلول سكري مخفف لا العسل مش محلول سكري مخفف لو نسبة السكر في رحيك الازهار ده دي معلومة لازم تعرفها ولازم تعرف النحل بتاعك ليه الازهار متفتحة والنحل مش رايح لها لو محلول السكري اللي هو موجود اللي هو رحيك الازهار موجود في الزهرة لو مخفف خالص النحل مش هيروح له نادر لو رح له نسبة السكر في رحيك الازهار لازم يكون من 35% ل40% عشان النحل ممكن يروح له طيب امتى نسبة السكر تقلق في رحيك الازهار لو في رطوبة جوية موجودة في الجو رحيك الازهار بيمتص الرطوبة دي يمتص الرطوبة هيبقى يكون لتركيز السكر فيه بيكون لتركيز السكر في رحيك الازهار يبقى ان احلى مش هتدخل الزهرة دي وتجيب منها رحيك ازهار طيب نسبة المية يبقى بتكتر امتى في الزهرة او بتكتر امتى في رحيك الازهار لو زادت نسبة الرطوبة الجوية طيب نسبة المية في الرحيك من 60% ل65% لو زادت نسبة المية عن 60% ل65% يبقى بيقل رغبة النحل في ان هو يدخل ويجيب رحيك ازهار منها طيب نسبة الجلوكوس كام او نسبة السكريات كام في رحيك الزهرة نسبة السكريات من 30% ل35% لو قلت نسبة السكريات عن 30 او 35% يبقى النحل ممكن ان هو نادر لو راح للزهرة دي خالص طيب الشغالة بتاعت نحل العسل اول ما بتدخل الزهرة وبتاخد رحيك الازهار بتحولوا لجلوكونيك اسد وبيروكسيد الهايدروجين دي معلومة لك انت لازم تعرفها ان البيروكسيد الهايدروجين ده ده اللي بيدي للعسل الوسط الحمدي يعني البيئتش بتاعته بتبقى قليلة هتكلم بقى على اعداد الطواقف لانتاج العسل والقطاعات العسلية انت ازاي تعد الطواقف ويتجهز الطواقف عشان خاطر ينتج العسل وينتج القطاعات العسلية اول حاجة انه بيقوم النحال باعداد الطواقف بتاعته لازم بيتخير المكان او بيشوف المكان بيدرس المكان اللي هو فيه المنحل بتاعه تاني حاجة بيتابع الحالة الصحية بتاعت الطواقف تالت حاجة ان هو بيكشف بيتأكد من ان ام النحل موجودة وانا قلت لك الملكة لو الملكة مش موجودة يبقى يعتبر ان ما فيش طواقفة موجودة يبقى عشان تعد المنحل بتاعتك عشان خاطر يستقبل رحيق الازهار او موسم الفيد هنيجي بقى نتكلم على الكلام العلمي شوية موسم الفيد موسم الفيد ده اللي هو موسم تفتح الازهار عشان تعد النحل بتاعك ان هو يتقبل موسم الفيد لازم وجود ملكة صغيرة السن حديثة التلقيح خزبة عشان خاطر تشتغلك الموسم كله لازم تتأكد من الحالة الصحية بتاعت النحل لو في امراض لازم تعالجها لازم يكون عدم اجراء تقسيم جائر قبل موسم الفيد بالزبط طبعا انت انت بتبتدي تعد المنحل بتاعك امتى وتعد النحل بتاعك امتى تعد النحل بتاعك من 30 ل40 يوم من 30 ل40 يوم قبل موسم الفيد او قبل الفرزة نفسها بتلاتين يوم لازم ان انت تتأكد وتعد النحل بتاعك عشان خاطر يستقبل موسم الفيد اللي هو قدامه لازم بتضيف اقراص فارغة وعسلات يعني ايه اقراص فارغة وعسلات اقراص فارغة طبعا انت الكلام ده في موسم الربيع وموسم الربيع يبقى النحل بدأ يزيد وانت عندك ملكة اساسا خزبة وملكة كويسة وملكة حديثة السن لان الملكة زي ما قلنا السنة اللي فاتت بتعيش عندك سنتين شغالة 100 مية بعد السنتين بيكل انتاجها من البيت فعشان كده انا قلتلك ملكة خزبة وصغيرة السن يعني سنها لا يتعدى السنتين ابدا لان لو سنها جي يتعدى السنتين انت المفروض عندك سجل في المنحل بتاعك عارف ان خلية مثلا رقم 12 دي الملكة بتاعتها من سنة كذا يبقى لازم تتغير الملكة وانا قلتلك من العمليات النحلية اللي هي بتتم في شهر اثنين وفي شهر ثلاثة تغيير الملكات المسنة تغيير الملكات المسنة يبقى كل النحل مرتبط ببعضه طيب انت بتعد عدية التواقف بتاعتك لاستقبال موسم الفيد بايه تاني بان انت حطيت اقراص فارغة اقراص فارغة لان انت داخل على موسم فيد داخل على موسم ربيع يبقى لازم ان احلى عاوز اقراص فارغة اقراص شمعية فارغة عشان يجيب العسل من الظهرة او يجيب رحيك الاظهر من الظهرة او يحولوا العسل ويروح حطه لك فين في الاقراص الشمعية لازم لو الخلية مليانة عندك بتحط صندوق تاني عسلة صندوق العسلة اللي هو بيبقى زي صندوق التربية بالزبط ولكن بيبقى فوقي بيحجز صندوق العسلة عن صندوق التربية حاجز ملكات عشان تخلي الملكة تشتغل تحت الشغلات تشتغل فوق طيب بعد كده ايه هي مواسم الفيد هتكلم على مواسم الفيد اول حاجة المواسم اللي هي موجودة عندنا هنا في مصر كانت تلات مواسم اساسية اللي هي موسم فيد الموالح ده بيبقى في شهر اربعة فرزة الموالح يبقى تحسب قبلها على طول بتلاتين يوم يبقى موسم فيد الموالح يبقى عسل الموالح هتلاقيه يطلعلك في شهر اربعة شهر ابريل يبقى انت بتعد الطواقف عشان خطر تاخد فرزة موالح امتى بتعد الطواقف عشان تاخد فرزة موالح في شهر تلاتة اللي هو شهر مارس دي برضو من العمليات النحلية اللي هي بيكون بها النحال في شهر تلاتة تاني حاجة موسم فيد البرسيم البرسيم بيفرز في شهر ستة يبقى انت بتعد الطواقف بتاعتك عشان تاخد فرزة برسيم امتى بتعد الطواقف بتاعتك تاخد شهر برسيم فرزة برسيم في شهر مايو وقت وقت تفتح الازهار يبقى انا باعتمد ده كله على ايه او ايه اللي رابطني في ده كله تفتح الازهار بتتفتح الظهرة بتاعت الموالح في اخر شهر تلاتة يبقى النحل بتاعته بيبقى موجود هناك بتتفتح الموالح الازهار بتاعت البرسيم في شهر خمسة يبقى النحل بتاعته بيكون موجود ومهيئه عشان خاطر يجيب عسل يجيب رحيك ازهار من البرسيم اللي احنا بنسميه دلوقتي عسل برسيم اما يعني ايه عسل برسيم وعسل موالح يعني ان النحل جايب العسل بتاعته من الموالح يبقى ده عسل موالح النحل جايب العسل بتاعته من البرسيم يبقى ده عسل برسيم فيه فارزة تاني اللي هي فارزة القطن ودي لما كنا هنا في مصر بنزرع قطن كتير كان في شهر تمانية دي اللي هو اغسطس اللي هو فارزة القطن بتعد انت التواقف بتاعتك برضو قبل الفرز بتلاتين لاربعين يوم طيب في علامات لموسم الفيد موسم الفيد ده بيبقى ليه علامات اول ما تدخل للمنحل كده انت رحت منحل بتاع واحد صاحبك او رحت للمنحل بتاعك قلت لصاحبك ده قلت له خلي بالك ده موسم الفيد ظهر او بدأ موسم الفيد عرفت منين ان هو بدأ موسم الفيد اول حاجة لقيت ما انتحاطت المنحل بتاعك فين انتحاطت المنحل بين الزراعات يبقى لقيت اني تفتحت الازهار بتاعت المحاصيل اللي موجود المنحل بتاعك جنبها يبقى ده علامة من علامات موسم الفيد فتحت الخلية لقيت شمعة ابيض على قمم الاكراس يبقى ده علامة من علامات موسم الفيد لقيت زوائد شمعية في الخلية نفسها يبقى ده علامة من علامات موسم الفيد شفت انت سروح النحل سروح النحل يعني النحل طالع من الخلية وراي على النباتات وبراجع تاني وشفت طريقته يبقى ده علامة من علامات موسم الفيد شفت فتحت الخلية لقيت عسل غير ناضج موجود في الخلية يبقى ده علامة من علامة يعني ايه عسل ناضج وعسل غير ناضج اي حاجة هقولك عليها هرجع لك لها تاني عشان هفكرك بيها عسل ناضج يعني عسل مختوم يبقى الاكراس الشمعية اللي هي موجودة في الخلية مختومة عليها طبقة شمعية يبقى ده عسل ناضج يعني منزوعة منه نسبة المية اللي قلتلك عليها فرحيك الازهار منزوعة منه وصلت لحد 17% اكتر من 17% ما بيختملكش العيون الشمعية اللي عليها عسل خالص طيب لقيت فيه براويز غير بفتوق غير براويز شمع فيها عسل ولكن غير مختوم يبقى ده علامة من علامات موسم الفيد وانت دك للمنحل شميت ريحة رحيك الازهار لو انت دك للمنحل فيه فرزة الموالح بتشم ريحة الموالح لو دخلت المنحل في أي مسم تاني بتاع موجود فيه رحيك اازهار بتشم انت ريحة رحيك الازهار كده في المنحل تريحة جميلة جدا ورحة حلوة بتحبها كده وتحب ان انت تشمها يبقى دي علامات موسم الفيض اللي انت لازم تاخد بالك منها طيب هتكلم بعد كده على الفرز بتاع العسل الفرز بتاع العسل انا قلتلك في الاول خالص عندي خلايا بلدية وعندي خلايا خشبية طيب الخلايا البلدية بيختلف فيها العلامات اللي هي قلتلك عليها بتاعة موسم الفيض لان انت الخلايا البلدية طالما فتحتها يبقى مش تقدر ان انت تقفلها تاني الخلايا البلدية ما بتتفتحش الا ساعة الفرز بس طيب بتفرز ازاي انت الخلايا البلدية من ادوات الخلايا البلدية اللي تكلمتك عنها قبل كده اللي هي الغراب او المفتاح من ادوات الخلايا البلدية الصادف من ادوات الخلايا البلدية الشوكة بتفتح انت الخلية من الجهة اللي هي دخول النحل فيها بتفتحها بيء المفتاح او الغراب بتكسر الغطل اللي هو بتاع الخلية وبعد كده بتدخل الاصطافة او بتدخل الصادف عشان خاطر تفك الاقراص الشمعية من الخلية جوه بيبقى حوالي فيها حوالي عشرين كرص شمعي كده مدور النحل هو اللي عامله وبعد كده بالشوكة بتدخل الشوكة بتطلع بيها كرص الشمع اللي انت فصلته وبتاخده برة بيتقطع اقراص الشمع بالسكينة وبيتعصر باليد بعد طبعا ما اليد تكون نظيفة بتنصره في اليد بينزل منه العسل بيعاب على العسل اللي هو بتاع الخلية البلدية دي ان هي الخلية البلدية بتنتج لي عسل قليل ده اول حاجة ده متوفقين عليها ليه بتنتج عسل قليل؟ لان هي بتهتم ببناء الاقراص الشمعية بتهتم بفرز الشمع بتطلع شمع وبتبني بيه الاقراص الشمعية وزي ما انت عارف اني كيلو شمع واحد بياخد نفس المجهود من النحل اللي هو يطلع لك منه 15 كيلو عسل ودي كانت من العيوب اللي هي بتاعة الخلية البلدية وكيلو شمع بيحتاج من النحل يتغز على 8 كيلو 8 من 10 عسل عشان خطر ينتج لك كيلو شمع واحد يبقى كده انتاج الخلية البلدية من العسل بيكون ضقيل بيبقى في الموسم كله من 2.5 ل 3 كيلو في الموسم كله بس هي دي الاجراءات بتاعة الفرز لو عندك انت خلية بلدية الاجراءات بتاعة الفرز او طريقة الفرز اللي انت بتفرزه للعسل بيعاب برضو على العسل بقى اللي هو العسل اللي طالع من الخلية البلدية بيعاب علي ان هو وانت شغال فيه المدخن شغال به اللي هي من ادوات النحال عشان تهدي بالنحل العسل بيشم ريحة الدخان فبياخد ريحة الدخان بيبقى بتاكل عسل بيبقى طعم وطعم الدخان اللي هو اللي انت عملتم المدخن عشان تهدي بالنحل بيعاب برضو على العسل اللي هو طالع من الخلايا البلدية انه وانت بتعصر القطاعات او الاقراص الشمعية اللي انت قطعتها بيعاب عليه انه بتعصر كمان ياركات موجودة فيه يبقى انت كده بتدمر القوة اليركات او القوة العددية لليركات اللي هي كانت مفروضة تطلع نحلة بعد كده عشان كده بعد ما بتخلص الفرز بيبدأ النحل بقى يشتغل من جديد ويبقى انتاجهم العسل قليل وبيعاب عليه برضو انه هو بيكون فيه شوائب كتير العسل بتاع الخلايا البلدية بيبقى فيه شوائب كتير طيب هنتنقل بعد كده على ازاي تفرز العسل بتاع الخلايا الخشبية اللي هي لانجسروس انا قلتلك من مميزات الخلايا الخشبية انه بيكون الاطارات متحركة انه انت ممكن تشيل الاطارات اللي هي فيها برويز الشام تشيلها وتنقلها من مكان لمكان طيب بتعمل ايه بقى خطوات الفرز بتاعة العسل اللي هي بتاع الخلايا الخشبية اول حاجة ان انت فايدة فايدة انت مبتخسرش الكوة بتاعت النحل زي ما خسرتها فين? زي ما خسرتها في الخلايا البلدية طيب بتعمل ايه؟ فيه جنب كل منحل فيه حاجة اسمها بيت العسل او حجرة الفرز بيجي لك سؤال يقول لك عرف بيت الفرز بيت العسل او حجرة الفرز حجرة الفرز او بيت العسل هو المكان الموجود في المنحل الذي الذي يتم فيه فرز الاقراس فرز العسل هو المكان الموجود بالمنحل الذي يتم فيه فرز العسل المكان ده بيبقى حجرة جنب المنحل بتاعك مش بعيد عنه اه بتكون مجهزة مجهزة يعني ايه يعني الشبابيك بتاعتها معمولة بالسلك الباب بتاعها ما بيتفتحش لجوه الباب يفتح الخارج بيكون فيه فتحة طاردة للنحل اللي هو اسناء ما انت بتفرس بيدخل لك نحل برضو بيبقى فيه فتحة طاردة للنحل اللي هو دخل طيب بتستعمل ايه في الفرز بتاع العسل اللي هو في الخلايا الخشبية بتستعمل اول حاجة الفرشاء الفرشادية ان انت بتطلع برواز الشامع اللي عليه نحل اللي هو آآ ناضج اللي هو ناضج يعني اكتر من تلتين ومختوم يبقى عاوزين احنا عندما نقول ناضج يبقى اكتر من تلتين برواز الشامع مختوم يبقى ده يصلح لي الفرز طب ولو مش مختوم لو مش مختوم هقول لك انا المشاكل اللي هي ممكن تيجي للعسل لو مش مختوم يبقى نسبة الرطوبة فيه عالية لو مش مختوم يبقى ممكن يحصل للعسل بعد كده حاجة اسمها تخمر لان نسبة الرطوبة عالية في العسل اما مختوم يبقى نسبة الرطوبة اللي هي مسموح بيها العسل اللي ما يحصلش فيها تخمر اللي هو سبعتاشر في المية. من سبعتاشر لثمنتاشر في المية. طيب. من ادوات الفرز برضو سكينة الكشت. من ادوات الفرز المندضة الكشت. هدي قدامك اهي? المندضة بتاعت الكشت. المندضة بتاعت الكشت دي بيتحط فيها البرواز بتاع الشمع اللي انت بتاع العسل اللي انت اخدته من الخلية. وبيتم بسكينة الكشت. كشت الطبقة الشمعية اللي هي مغطية للبرواز. بعد كده بيتحطي الاقراز دي داخل الفراز. اهو الفراز قدامك في الصورة ها. بوسط قوة الطرد المركزي. لما بيتدار الفراز باليد. بتنزل بينزل العسل منه. اهي الصورة هي قدامك. الفراز بتاع العسل. طيب. بعد كده ده ده برضو نوع من انواع الفرازات. فراز العسل. لو سمحت هاتلت صورة دي. ده نوع تاني من انواع فراز العسل. ده المنضج اللي بعد ما بيتم فرز العسل. بيتم وضع العسل في المنضج للتصفية. وبعد كده بيتم تعبئة العسل. يبقى هي دي عملية الفرز اللي بتتم فيها اخراج او استخراج الاقراص الشمعية من الخلايا. وفرز العسل وخروج العسل من العيون السياسية في الفراز من بطريقة الطرد المركزي. طيب. في زواهر بتحدث ليه العسل. اول حاجة ظاهرة اسمها ظاهرة البلورة او التحبب. هي ظاهرة البلورة قدامك على الشاشة. بتتوقف على نسبة الجيلوكوز للمية. انا قلت لك ان العسل بيكون فيه جيلوكوز. طيب. نسبة الجيلوكوز دي لو كانت كتيرة بيحصل بلورة. بيحصل بلورة ازاي? الحبيبات بتاعت الجيلوكوز بتنفصل عن العسل. انفصلت الحبيبات بتاعت الجيلوكوز عن العسل. جت الحبيبات التانية ما انا قلت لك العسل فيه جيلوكوز وسكروز وفركتوز. بيتيجي حبيبات السكروز بتغلف الحبيبات اللي هي بتاعت الجيلوكوز. غلفت حبيبات الجيلوكوز وكونت لي حبيبات. التجانس ده البلورة دي او التحبب ده اما يكون تحبب متجانس او تحبب غير متجانس. يعني ايه تحبب متجانس? ويعني ايه تحبب غير متجانس? تحبب متجانس يعني ان برطمان العسل كله بيبقى قدامك اهو بيبقى كله العسل فيه. انت تقول عليه العسل مجمد. لا ده العسل مرمل. محبب. يبقى ده التحبب المتجانس. فيه التحبب الغير متجانس وهو بيكون الجزيئات بتاعت الجيلوكوز اللي هي بتغلفها السكروز بينزل في قاع العبوة بتاعت العسل وبيفضل الجزء السائل في العسل في العبوة من فوق. طيب العسل ده يعتبر عسل فاسد? لا. العسل ده عسل مزبوط. طب بترجع التحبب ده ازاي? بترجعه للصورة السائلة بتاعته التانية ازاي? بترجع التحبب باستعمال حمام ماء آآ على درجة ستين درجة مقوية لمدة عشرين دقيقة. بيعود العسل لطبيعته السائلة مرة اخرى. يبقى ده انواع التحبب اللي هو بيختلف حسب نسبة الجيلوكوز اللي موجودة في العسل نفسه. فلو نسبة الجيلوكوز كتيرة هتبص تلاقي. آآ طبعا في في عسل بيبقى نسبة الجيلوكوز في عالية. وبيبقى سريع التحبب. زي عسل ايه? زي عسل قط. زي عسل برسيم الحجازي. ده نسبة الجيلوكوز في بيكون عالية شوية عن مثلا عسل البردقوش. عسل العشاب الطبية. ده بيكون نسبة الجيلوكوز في بتكون قليلة شوية. فالعسل اللي هو نسبة الجيلوكوز فيه عالية شوية. يبقى هو ده بيكون سريع التحبب. طيب. يبقى اسرع انواع الاعسال بالورا اللي هو القط. بيوجد عوامل اخرى عشان التحبب. عشان ظاهرة التحبب دي تحدث. لو وجد في العسل شوائب او حبوب لقاح. يبقى الشوائب او حبوب لقاح ديت بتاخد حبيبات السكروس حواليها. وبتسبب برضو تحبب. طيب. لو انت بتفرز او لو انت شغال في المنحل بتاعك. وكان في البرواز اللي هو في عسل موجود فيه اثار من الجيلوكوز. برضو ده بيكتر لك او بيسرع لك عملية التحبب. في حاجة بعد كده اسمها تخمر العسل. ايه تخمر العسل ده? اللي قدامك في الصورة. تخمر العسل بيحدث بفعل الخمائر اللي موجودة في الجو. ايه الخمائر اللي موجودة في الجو? موجودة في الجو خمائر. بتيجي تلاقي ان العسل بيمتص هذه الخمائر. الخمائر دي بتحول الجيلوكوز والفروكتوز بتحوله لكحول وساني اكسيد الكربون. وبعد كده بيتحول الكحول لحمض ومية. تيجي تبص بعد كده تلاقي ان العسل اللي قدامك ياخد الطعم اللازع. ياخد الطعم اللازع. يبقى ده عسل متخمر. طيب. هتكلم بعد كده على صور عسل النحل. عسل النحل ليه صور? ممكن تلاقيها بالصور. اول حاجة عسل نحل سائل. تاني حاجة ممكن تلاقي عسل نحل متبلور اللي هو المحبب. تالت حاجة تلاقي عسل نحل كريمي. رابع حاجة تلاقي عسل نحل بشمعه. خامس حاجة كطاعات شمعية. يبقى هي دي صور النحل صور العسل اللي ممكن تلاقيها في السوق. طيب. هنيجي نبص بعد كده حلقتنا النهاردة كانت حلقة قيمة جدا. وحلقة دسمة جدا. ودي اه المفروض حلقة ما تنسهاش على ازاي بتطلع العسل اللي هو اسمه فارز العسل. وتكلمنا على العمليات النحلية اللي هي بيكون بها النحال على مدار عام. يبقى انت لو عندك منحل بتاعك يبقى العمليات دي لا غنى عنها. العمليات دي لا غنى عنها. اه العمليات دي تكلمنا عنها وقلنا انها بتختلف من شهر الى اخر. تختلف من منطقة الى اخرى. حسب الطبيعة بتاعة العملية نفسها او حسب العملية نفسها اللي هتقوم بيها. في بعد كده تكلمنا على مواسم الفيد. مواسم الفيد اللي هي تلات مواسم اساسية. اللي هي اه الموالح والبرسيم والقط. الموالح قلتلك ان هي بشهر اربعة بيفرز العسل بتاعه بشهر اربعة. البرسيم بيفرز العسل بتاعه في شهر ستة. الكطن بيفرز العسل بتاعه في شهر تمانية. ده غير بعد كده الاعسال او الفرزات اللي بتبقى اضافية موجودة في منطقة ومش موجودة في منطقة تانية. زي ايه? زي مثلا البردقوش بيه ممكن بيزرع في منطقة يبقى انت بتاخد منها فرزة. ممكن العسل بتاع العشاب الطبية بتاخد منها فرزة ما بيزرعش على مستوى آآ كل الاراضي الزراعية في مصر. ولكن عندما اقول البرسيم ده بيزرع في مصر كلها. يبقى دي فرزة اساسية. الفرزات الغير اساسية اللي هي اضافية زي مثلا البردقوش. زي الاعشاب الطبية. زي الزعتر. زي الينسون. دي كلها فرزات اضافية. وتكلمنا برضو على العلامات اللي هي بتبقى موجودة بتدل على وجود آآ موسم الرحيط او موسم الفيد. اللي هو تفتح الازهار حول المنحل بتاعك. آآ وجود زوائد شمعية على قمم الاقراس لو فتحت الخلية بتاعتك. آآ وجود زوائد شمعية بتشم ريحة العسل او ريحة رحيط الازهار لما بتدخل المنحل بتاعك. يبقى ده كله اتكلمنا عنه. اتكلمنا عن فرز العسل للخلاية البلدية ومن الخلايا الخشبية. وقلت من الخلايا البلدية بيبقى عسل آآ برضو غير ناقي بالصورة اللي هي بتاعت الخلايا الخشبية. وقلت السبب فيها. ان العسل اللي في الخلايا البلدية اللي بيطلع من الخلايا البلدية بتكون فيه اثار من حبوب اللقاح بتكون في اثار من الشوائب بتكون في اثار من الحضنة ولكن في التصفية ممكن تطلع ولكن بتفضل برضو آآ بيكون في اثار من رائحة التدخين رائحة المدخن اللي انت شغلته وانت شغل في النحط آآ وقلت لك اني الخلايا البلدية بيكون انتاجها من العسل بيكون ضئيل ولكن انتاجها من الشمع بيكون كبير الخلايا البلدية بتنتج لك في الموسم من اثنين ونص لتلاتة كيلو الخلايا الخشبية ممكن تنتج لك من عشرين لخمسة وعشرين كيلو يبقى شوف الفرق قد ايه الخلايا البلدية لما تيجي آآ النحل بتاعها يعمل عسل بيحتاج آآ يعمل كيلو شمع واحد بس بيحتاج حوالي تمانية كيلو تمانية من عشرة كيلو عسل يتغذى عليهم عشان خاطر يطلع لك كيلو شمع طب هو لازم يطلع شمع لازم يطلع شمع لان الخلايا الخشبية انت بتحط لها البراويز جهزة او بتحط لها اساس شمعي الاساس الشمعي ده بيبنيهم عليه الشمع وبيعملوا برواز اما بعد كده انت حطط له اساس هو اما في الخلايا الطنية ده انت محطط لهش حاجة خالص هو اشتغل وعمل الاقراس الشمعية اللي هي موجودة في الخلية نفسها وبتيجي انت بتفرزها بتفتح الخلية بالغراب او بالمفتاح وبعد كده بتفصل الاقراس الشمعية اللي هي موجودة في الخلية نفسها او داخل الخلية بيبقى حوالي من عشرين لخمسة وعشرين كرس شمعي وبتطلعهم بوسط الشوكة وبتقطعهم لقطع صغيرة بعد ما قطعتهم لقطع صغيرة بتيجي بعد كده بيتم عصر ده مراجعة لكله على درس ده درس ده مهم جدا ولازم يجيلك منه في الامتحان بتعصر القطع الشمعية اللي انت طلعتها دي وبعد كده بتستقبله على المشنات اللي هو بيصفي العسل ولكن التصفية ما بتبقاش تصفية كاملة وتبقاش تصفية تامة زي تصفية اللي هي بتاعت عسل اللي طالع من الخلية الخشبية لان التصفية بتاعت العسل اللي طالع من الخلية الخشبية ده بتحطها في منضج بتحط العسل بعد ما بتطلعها من الفراز بتحطه في منضج ونرجع على طول كده سريع على الخلية الخشبية ازاي بتفرز منها العسل اول حاجة ان انت بتحدد العسل ده ان خلاص بقى موسم الفرز دلوقتي في علامات الفرز ان في علامات الفرز العلامات الفرز دي هي اللي بتحدد لك ان انت فرزت ان انت هتفرز العسل دلوقتي وان انت بعد كده هيتم تصفية العسل واتمنى ان انت تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهاردة وتأكد ان الحلقة دي مفيدة لك في حياتك العملية ومفيدة لحياتك الدراسية لان لازم الامتحان تلت الامتحان بيجي من الحلقة دي واتمنى لكم التوفيق والى لقاء اخر في حلقة خادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته